اهلا بكم في قرات مساء الاخبار واهلا بكل المتبين والمشتركين مستمرين مع بعض عن تواقعات مشال حقيقة للدولة العربية والدول ايضا الغير العربية عشان فيه ناس كتبين لنا في الكومنتات انتو مش هتقول الدولة الاوروبية او الاجنبية لا هنقول كل حاجة ما تقلوش اه النهاردة في التعليقات الحقيقة اه لقيت اكتر دولة مكتوبة هي لبنان هنتكلم عنها ولو انتم من جالية عربية من دول اجنبية اكتبولي اسماء الدول بتاعتكم اه في التعليقات ايضا علشان نعملها احنا مش اه بنفضل زي ما احنا قلنا دولة عن دولة كل الدول هنقولها ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن لبنان لان دي كانت اكتر دولة زي ما انا قلت موجودة في التعليقات وكان مشال حيج بيقول في توقعاته لها ان فيه مجامل الانتقام والتنكيل والحريق بيطال بفضاعة لحرمات وممتلكات زعماء ومسؤولين وسياسيين ورؤوس كبيرة وفيه تسونامي من الاعتكافات والانسحابات والاستقالات من اعلى المراكز والمناصب حتى اصغر الوظائف المدنية والعسكرية والاثراء الغير المشروع بيشك طريقه ويترتب عليه تبعيات كثيرة البعض منها يلامس حدود الدم والجريمة مشهد واكثر من مشهد هيشفوا غليل الناس ووقت اللي هيشوفوا فيه الشعب بينزل وبيهين وبيمسح الارض بعدد من الموظفين الدولة الفزدين وايضا راح يمد البنك الدولة اللي بنان ايد مش ايدين بالصورة والصوت هنشهد مسألة اللي ابضوا ومشتغلوا واللي زوروا ونصبوا واللي احتالوا واللي اتوظفوا بالباطل واللي عملوا قوانين لصالح مصالحهم واللي استغلوا مراكزهم في الدين والدنيا وبعد المسألة هنشوف الحساب وده حاجة كويسة جدا ومستنيها الشعب اللبناني في كل حزب من الاحزاب اللبنانية راح يفرز مجموعة ما بتحمل من حزبها الا اسمها والذكريات وسنرى الاشتراكي مش اشتراكي والمستقبل مش مستقبل والكتائب مش كتائب وغيرهم وغيرهم حتى وصلهم الى شباب من حزب الله وكلهم عندهم هدف تغيير واحد موحد ملف الكهرباء بيقول عنه الكهرباء ثم الكهرباء مش هتبقى مجرد ملف وارقام وعددات كهرباء هتبقى ملفات مليانة فضايح واسماء وارقام ولغز الالغاز اللي اسمه الكهرباء ليه حل ومغارة علي بابا ولها اقفال والمتورطين للحساب ومن بعد كل هذا ستأتي الكهرباء معارك في السوق العقاري اكتر من طاقة فرج في اكثر من حدث استثنائي بتكسر الجمود السياحي ودي حاجة كويسة ورغم الانهيار الاقتصادي الكبير واللي بيكبر اكتر هنشوف مؤسسات اللي كانت قفلت ابوابها هترجع تتحدى الاوضاع وترجع تفتح ضرفها من الدرفتين القطاع الصحي في لبنان من المستشفيات وصيدليات وادوية هتنطفي كم نجمة من نجومه وايضا المدارس والجامعات قسم منها بيقفل ضرفة من ابوابهم وقسم تاني قليل بيقفل الدرفتين وبالنسبة للدهب والاملاك والخصخصة ومصرف لبنان والمصارف والافلاس رح يوقف عند نهاية خطوة عنوانها الجراءة وخلال عرض مشاهد المصرحية الهزلية المأساوية هنشوف الودايع والاموال في مشهدين كبار مرة بنشوفها كالعروس في حفلة هرج ومرج يوم في فلوس ويوم ما فيش يوم اتبخروا يوم رجعوا يوم جوه لبنان ويوم برا لبنان وفي مشهد تاني هنشوف حفلة عليكم والهدف عشان يلهوكم ويفسدوا اعصابكم حرب نفسية والقصة عاوزة نفس طويل فطولوا نفسكم وفلوسكم رجعلكم رجعلكم وكمان مرة بس مش عارف ازاي الدولار بيعلى وبينخفض في لبنان وما بيقدرش يهرب من مننا خميرة السبعة عشر تشرين الفين وتسعة عتنفخ في خبز انتفاضة الالفين واحد وعشرين الثورة الانتفاضة شعار من كله مع كله الى ان نفرق يعني نفرق واحد ورا واحد وراس ورا رس تخلص الانتفاضة فرصتها السنوية وعطلتها القضائية ورجع تولع الاحداث في سلمية ومش سلمية الغاز المرفق الى انكشاف في موضوع ترسيم الحدود مع كل ما يرافقه من مخاطر ومشاهد صادمة نقدر ناخد بامكانتنا المحدودة اكبر بكتير ما رح تاخده اسرائيل بجبرتها اما موضوع التطبيع مع اسرائيل فمش هيكون زي اللي عايزه الاسرائيليين ولا احنا اللي عايزينه كمان بالحد الاقصى هنقدر نقول هيبقى تواصل محدود باسلوب خارج برتوكولات التطبيع السؤال ده تسأل كتير وناس كتير اتكلمت في الموضوع ومنهم ليلى عبداللطيف قيلت ان لبنان وسوريا هيتطبعوا ما يتفغالي قال كل الدولة العربية عمتا هتطبع ولكن لبنان اخر دولة ولكن في الاخر هيبقى في تطبيع وده اللي مكناش عايزينه يعني بس الحكومات حاجة والشعب عايز ايه حاجة تاني المصالح الكبرى بتتعارك على وش المية في موضوع النفط والغاز والصدمة اللي ولاعها بلوكة اربعة هتلغيها صدمة معكسة بشأنها عكس معادلة النفط في لبنان والنفط هيكون مفتاح من اهم المفاتيح الكبيرة للحل المالي في لبنان فعلا لو فعلا تم استخراج البترول وبدأت الدنيا تمشي بجد لو فعلا حصل كده لبنان كل المشاكلها هتتحل بالليلة ضحاها وبين ما يشبه عزل لبنان فتح اكتر من باب وممر على لبنان وهنشوف تصابق على الانفتاح على لبنان من عادة الدول كبداية المشروع الدعم وبالنسبة لكورونا وصلالاته ومشاهد الرعب اللي بترافق نتائج انتشاره انا ما زلت بؤكد عن وجود دواء سخيف وبسيط وبزيد واقول اكتر من دواء لكن مش عارف اسمه وهويته والمقلق هو سبب حجبه عن الناس هل هي بورس التجارة حرب اقتصادية سياسية تنزل رؤساء او تطلع رؤساء مش عارف وده كلام خطير جدا ومنطق للغاية كل بيقول الدواء موجود لكن هم مش عايزين يقوله ايضا معانا رغم كل الشح والقلة اللي بنعيشها بيبقى الجوع ممنوع وبيكف لبنان باللي موجود برضو ليلة عبدالرطيف قالت كده برغم ان الدنيا صعبة عندنا في لبنان لكن الشعب بيساعد نفسه الامن امنين واكتر واحد ممسوك بيد من الاعلام والمواقف والتصرحات واحد مش ممسوك نهائيا والانفجارات والاختيالات والانقلبات والانفلات الامنى وغيره هيكون هم البرهان اما النوع التالت والاهم والاختر اللي بيمنع الحرب الاهلية فممسوك بميت ايد طالما حزب الله حاليا يريد هذا وده كلام خطير يعني بيقول مش هيحصل حرب اهلية طالما حزب الله عوز كده ان مايحصلش حرب اهلية المختاربين إلى الوجهة من جديد ورشات عمل على وشك الانتشار استراتيجيات وحملات وأهداف ووجوه دينية وسياسية هدفهم بس الدم في شرايين الوطن بالنسبة للمطار أنا كتير خايف منه وكتير خايف عليه واللي أتوقعه أنه هينصاب بالعين واللي عايزينه خصوصا من اللي عايزينه لا يزدهر واللي عايزينه ما يقفش كتير جدا مش بس إسرائيل منهم من كانوا محسوبين أصدقاء للبنان ولكن هذا المكان هيكون محور الأحداث وتتجمع فيه الأساليب والنتائي مطار بيروت فعلا فيه مشاكل كتير عليه ممكن مشاكل احنا ما نعرفهاش لكن أكتر من واحد نبه أنه هيحصل فيها حاجة المطار ده ألاقكم من إسرائيل في محله نيتانياهو قال لنا على هدف واحد عشان نضربه والزادة عن كده أرى تخطيط لاستهداف أماكن أخرى مش معنى كده عشان نيتانياهو مشي أن السياسة اللي عملها نيتانياهو مش هيكملوها كلام ده خطأ كل ده سياسة في السياسة حدش عارف الموضوع فين أنا اعتقادي أنا كشخص عادي ما روش دعوة بمشيل حيك أو أي حاجة أصلا هم شالوا نيتانياهو بسبب الدرب اللي حصل في فلسطين لأنه كده عطلوهم خطة التطبيع مع الدول العربية فلما تشال نيتانياهو الراجل اللي جاي بيتحك علينا بأنه هو جاي بحزب عربي ومدخله في الحكومة بتاعته على أساس أنه هو عاوز يعني يجيب حقوق العرب والفلسطينيين ومش هيجي على حقهم ده خطة كلها من إسرائيل علشان تجيب بقية الدول العربية تتطبع مع إسرائيل لأن نيتانياهو معروف بأفكاره ومواقفه والمعادية للعرب والمسلمين والدول العربية فعشان يحلوا الموضوع راحوا شالوه جابوا واحد تاني لكن إسرائيلين عمتا أو الكيان السهيني المحتل أمره ما هيجي في مصلحتنا أو مصلحة أي دولة عربية ولكن للأسف الحكومات مش شايفة كده كل واحد شايف مصلحته بس ده رأي الخاص عشان برضو الواحد يبقى صريح في الكلام اللي بيقوله نكمل مع بعض التوقعات مخططات عسكرية بيكون أحد أهدافها نشر الرعب بين الناس ودفعوهم لترك بيوتهم والنزوح مؤقتة من بعض المناطق حتى في بيروت واحدها فقط الأعجوبة هي اللي هتعمل الحل الأعجوبة في لبنان هي اللي مستنيينها والحل زي ما أنا قلت هي الأعجوبة يعني هو بيقول مفيش حل هيحل لبنان غير إن معجزة من عند ربنا علشان الأوضاع اللي هم فيها تمشل إن هم للأسف كل واحد مش شايف غير مصلحته وكل واحد عايز أسماء معينة هي اللي تمسك والتاني مش راضي وعملين مع بعض مشاكل والناس يعيني هي اللي واقع في النص ومفيش حاجة بتتغير في لبنان بقى أنهو داخلين على سنة والمرفق زي ما هو محدش عارف مين اللي فجره والبيوت اللي واقعت واتكسرت مفيش غير هاتبنى وكل حاجة زي ما هي وكأن ما عداش عليه أربع سنة هوا إحنا في شهر ستة والانفجار كان في أربعة ثمانية قربنا على سنة ويا جماعة والأسف لبنان في مشاكل على طول ومفيش حد بيحل أي حاجة أتمنى الخير لكم ولكل الدول العربية ومش للبنان بس شكرا على وجودكم معينا ومتنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات هتلاقوا كل الفيديوهات عن الدول العربية موجودة في الوصف أتمنى لكم الخير واستنوا في فيديوهات أكتر على قناة مساء الأخبار